طبيعة المكان اللي أنا تربيت فيه أجبرتني أو خلتني أطلع على المجتمع والشوارع بنظرة تانية لأنه كان كتير من الأحداث في غزة وأنا بطبيعة الحال كنت أحب الكاميرات والتصوير فقد قررت أن أنا أدرس الصحافة في الجامعة الإسلامية في غزة في نفس الوقت بدأت أتعلم التصوير وفي نفس الوقت اشتغلت في أول سنة في الجامعة بالتصوير وكانت هي وكالة محلية لكن كانت هي أول خطوة إلى أن أنا أصور وكتير ناس كانوا دائما بيشجعوني لأنه كان أنا مهارتي أن أنا أصور والتحكم بالضوء اللي هو أساس التصوير أن أنا أصلت الضوء على قضية معينة يعني أوضحها للعالم بطريقة أو رسالة يفهمها العالم يعني حتى يفهمها الإنسان المحلي والإنسان الدولي فبالتالي أنه أنا ما بتعامل مع التصوير أنه مهنة بأخذ منها الفلوس بس لكن أنا بتعامل مع التصوير أنه هاي رسالة أنا مؤمن فيها أول شي لأنها هي قصة جديدة وصادمة وفي نفس الوقت أنا أول واحد غطيتها أول مصور أغطي القصة من البداية وحكمل معها من النهاية الطبيعي بيصير أنه المصورين والوكالات الأنباء والصحافة بتهتم فقط بولادة الطفل أنه بيسمع أنه في طفل ولد ابن أسير الآن في المستشفى فالصورة بس بتكون فقط أنه هي صورة الطفل في المستشفى لكن أنا تنولت الموضوع بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة أنه من بداية الموضوع حتى يطلع أبوه من السجن القصة الخاصة بي بتركز على قضية كتير مهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني هم 6,000 أسير داخل السجون الإسرائيلية 6,000 أسير عندهم عائلات ومن حقهم منهم يعيشوا وأكيد عندهم أباء وأمهات وعندهم زوجات فالكل بحاول يفكر أنه كيف يتعايش مع هاي الأزمة وكيف يتعايش أنه هو موجود في السجن اشتركوا في القناة